الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتع علينا فتوح العارفين اللهم انفعنا بما نسمع وبارك لنا فيما نقول اللهم آمين فبإذن الله أن يكون هذا المجلس هو المجلس الأخير نحمد الله سبحانه وتعالى الذي عانى ويسر على قراءة هذا الكتاب الذي نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد انتفعنا بما احتوته من هذا هذه يعني المجالس من معالم ومباحث وفوائد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا فنعود عودا سريعا قبل أن نبدأ للدرس على ما قدناه سابقا بشكل إجمالي المباحث التي ذكرت في الكتاب عدها الشيخ في المقدمة فقال عددها عشرون مجلسا صح أما تقسيمها فقد قسمناها إلى مباحث هي عشرون مجلسا ولكن وضعنا عنوانا فقلنا المباحث الأولى بعد المقدمة التي هي مقدمة الكتاب ثم مقدمة العلم كان المباحث الأول يتكلم عن النزول والنزول على قسمين ما نزل زمانا ومكانا وفي ذلك مباحث ستة مباحث ثم بعد ذلك دخلنا في المباحث الثاني وهو ما يتعلق بماذا بالسند ما يتعلق بالسند وفيه كم مباحث وفيه ثلاثة مباحث ثم شرعنا في المبحث الذي نحن فيه الآن وهو ما يتعلق بالألفاظ ما يتعلق بالألفاظ وانتهينا من الكلام عن قسم مهم وهو وجود المعرب والغريب في القرآن هل موجود أو غير موجود موجود صح ألم يقل الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن عربي مبين كيف الرد على من يقول أن ذلك غير موجود نعم ماذا نقول لمن يقول أنه غير موجود واستدل بهذه الآية فضل يا صدريزا تريد تقول شيء كيف نرد على من قال أن المعرب غير موجود واستدل بقول الله كتاب عربي مبين إن الله سبحانه وتعالى قال أنه عربي فماذا نقول ماذا قال المؤلف ماذا نقول لمثلها لمثل من يدعي هذه الدعوة تضل أنها من توافق اللغات أحسنت هذا واحد اثنان كذلك كذلك أن ذلك أن ذلك أحسنت أن ذلك قليل المعرب هو القليل صح والكلام كله عربي كله عربي ثالثا ضربنا لكم مثالا باللغة الأندنوثية ها أنه أخيرا نعم أنه صار عربيا أنه صار عربيا بالاستعمال صار عربيا بالاستعمال نعم طيب الدرس الرابع عشر بعد المعرب والغريب هو المشترك والمرادف المشترك والمرادف تفضل اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الدرس الرابع عشر المشترك والمرادف اعلم أن المشترك ينقسم إلى قسمين مشترك معناوي وهو ما اتحدى فيه اللفظ والمعنى ولكن يحترف باحتلاف ما يستق عليه وينزل في كل بحسب ما يالك به من ذلك المعنى ومشترك لفدي وهو المخصص خلاصة القول أنه قسم اللفظ إلى قسمين قال إما أن يكون اشتراكه لفدي أو معنوي طبعا هذه المباحث مباحث الألفاظ من أهم المباحث لأنه يحتاج إليها المفسر كثيرا ويحتاج إليها الفقيه كذلك فالألفاظ قوالب المعاني الألفاظ قوالب المعاني من أين نأتي بالمعاني والأحكام من الألفاظ من الألفاظ فالأول قال وهو المعنوي وقال في تعريفه ما اتحد فيه اللفظ والمعنى بمعنى أخصر وبمثال أوضح هو المعنى سجل هو المعنى المشترك بين عدة معاني هو المعنى المشترك بين عدة معاني على سبيل المثال لفظة الإنسان حينما أقول الإنسان فأقصد بالإنسان فكري وأقصد بالإنسان زيد وأقصد بالإنسان محمد هذا المعنى الآن وهذا اللفظ اشترك فيه كل من كان يشترك في الإنسانية وهكذا حينما أقول حيوان يدخل فيه الإنسان ويدخل فيه الفرس ويدخل فيه كل من كان فيه معنى الحياة كل من كان فيه معنى الحياة كل من كان فيه معنى الحياة القسم الثاني قال المشترك ومشترك لفدي وهو المقصود هنا وهو ما اتحد لفده وادعدد معناه في حزب الودع نهو القر فإنه مشترك بين الدهر والحياة هذا هذا هو المراد من الدرس قال المشترك اللفظي وهو المقصود هنا ما معنى هو المقصود هنا معنى ذلك أنه هو المراد ذكره وهو الذي سيتوسع في الكلام عنه طيب وهو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء هل هو موجود في القرآن أو غير موجود وسيأتي معنى ذلك نعم ضرب له مثال فقال نحو القرآ فإنه مشترك بين الطهري والحيض أولا تعريفه متحد لفظه وتعدد معنى اللفظ واحد فقط اللفظ واحد القرآ لفظ واحد لكن المعاني كثيرة ومختلفة فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا القرآ وهذا القرآ الآن حينما نقرأ في القرآن نقرأ في السنة ماذا أراد الله عز وجل به فالعلماء بحثوا فوجدوا أن له معنيان مختلفان فأتى بمعنى الطهر وأتى بمعنى الحيض وهو لفظ واحد ولكن هذا اللفظ احتمل معنيان مختلفان هل الطهر نساوي الحيض؟ أم هما ضدان أصلا؟ ضدان صح؟ نعم جاء من حديث بن عمر حينما طلق زوجته وهي حائض فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم قال طلقها في في يعني في زمن لم تحيض فيه فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض طهرا قال طلقها يعني عند طهرها وجاء في حديث عائشة ومن حديث فاطمة بن تقيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا يعني إذا جاءك الحيض فدعي الصلاة أيام أقراءك فسمى القرء هنا سماه حيضا دعي الصلاة لماذا؟ لأنها حائض قال أيام الأقراء فأطلق هنا على القرء بأنه 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 حيض وفي الحديث الأول حديث من عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم له وأمره أن أن يراجعها وأن يطلقها في في الطهر وأن يطلقها في الطهر فسمى القرء إيش؟ سمى الحيض سمى القرء هذا المذكور في الآية سماه طهران سماه طهران إذن معنى لفظ واحد وهذا اللفظ له معنيان مختلفان هذا هو المشترك اللفظي هذا هو المشترك اللفظي قال كذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى في تسمية الوادي قال فويل فويل للمصلين قيل في تفسير ويل أنها واد في جهنم وقيل بأنها كلمة تدل على العذاب إذن هذان معنيان وهل هما متفقان أو مختلفان متفقان هل هما متفقان مختلفان وهكذا في قول الله سبحانه وتعالى المولى فإنه جاء في معنى في القرآن أنه اسم للسيد وجاء كذلك أنه يراد به العبد فهل هذان متفقان أو مختلفان إذن كلمة السيد لها معنيان وهذان المعنيان مختلفان مختلفان وقول الله سبحانه وتعالى تواب قال فإنه اسم للتائب اسم للذي يتوب من الذنب واسم لقابل التوبة وهو الله سبحانه وتعالى إذن يا شباب معنا لفظ واحد ولكن هذا اللفظ تعدد معناه هذا المشترك هذا المشترك ليش اللفظي المشترك المعنوي معنى يشترك فيه أكثر أكثر من فرد أكثر من فرد هذا المشترك المعنوي أما المشترك اللفظي لفظ واحد وله أكثر من معنى والمعاني هذه تكون متفقة أو مختلفة نعم تكون مختلفة لكن في المعنوي متفقة ومختلفة متفقة ومختلفة متفقة متفقة فالإنسان نطلقه على محمد وصالح وعمر وزيد كل هؤلاء يشتركون في ماذا اشتركون في معنى الإنسانية اشتركون في معنى الإنسانية قال والأصح أنه هو والمرادف واقعان في القرآن الكريم هل ذكر لنا المرادف أو لم يذكره ذكره لم يذكره إلى الآن ولكن ذكر لنا الحكم ذكر لنا الحكم قال والأصح دليل على وجود خلاف دليل على أن هناك خلاف والصحيح والصحيح أن المشترك موجود في القرآن والمرادف موجود في القرآن ولكن المرادف كما سيأتي معنا موجود ولكن ليس على وجه الكمال أي من كل وجه ليس على وجه الكمال بمعنى أنه كما سيأتي معنا في أمثير ذلك ليس من كل من كل وجه تفضل قال وَأَمَّ الْمُرَادِفُ هذا قرعناه وَأَمَّ الْمُرَادِفُ فَهُوَا عَقْسُ الْمُشْتَرِكَ معنى المعنى 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 متحد ولكن اللفظ متعدد هناك قلنا ماذا اللفظ العكس نعم قال مثال ذلك الإنسان والبشر الإنسان والبشر يدلاني على إيش على كائن حي اسمه ريزا أو اسمه محمد أقول عليه إنسان وأقول عليه بشر صح هو إنسان وهو بشر لكن الآن السؤال هل هذا الإطلاق الذي أطلقت أنا حينما قلت هو إنسان وهو بشر هل هاتان اللفظتان متفقتان في المعنى متفقتان في المعنى أم في المراد المراد نعم هو هذا الذي أمامكم الآن لكن الكلمة نفسها هذه هل هي بنفس المعنى هل هي بنفس المعنى أم هناك اختلاف انظر إلى قال باللغب الإنسان لماذا سمي إنسان لنسيانه والبشر لماذا سمي بشرا لظهور بشرته ما رأيكم هنا المعنى هل هو متحد هل متحد هل هل اللفظان عفوا متحدان لا المعنى المراد عليه وهو الكائن الحي الذي أمامه متفق عليه لكن هاتان نحن نحن نقول نحن نقول المشار إليه والمراد هو واحد اللفظ كما قال هو المعنى الذي أردناه هو شيء واحد لكن اللفظ اللفظ تعدد في المعنى كذلك تعدد في المعنى كذلك تعدد في المعنى ولكن ليس يعني بين اللفظين اختلاف شديد اللفظان يدلان على إيش يدلان على على شيء واحد ولكن هل اللفظان متفقان اتفاقا تاما فنقول البشر هو الإنسان يعني بنفس المعنى والمراد لا كما ذكرنا أن هناك اختلاف يسير وإن كان يدلان على إيش يدلان على ماذا على شيء واحد يدلان على شيء واحد المثال الثاني قال مثل اليم والبحر يدلان على ماذا علامة تسع الماء الذي هذا يسمى هذا شيء واحد يطلق عليه إيش اليم ويطلق عليه البحر هل هذا هل هناك اختلاف إذا أنا ذهبت بك إلى أقرب شاطئ هنا قلت لك هذا اسمه اسمه اليم واسمه البحر واسمه كذا عددت لك مرادفات كثيرة فماذا أردت أنا هل أردت النهر أو أردت البحر أردت البحر ولكن عددت الألفاظ طيب هل هذه الألفاظ متساوية تساوين كاملا في المعنى لا بينهم اختلاف يسير وإن كان يدلان على إيش يدلان على نفس المراد حسن يدلان على نفس المراد إذن تعدد اللغة تعدد اللغة واتحد المعنى واتحد المعنى بمعنى المراد اتحد المعنى بمعنى المراد أما الألفاظ فمعناها كذلك فيه اختلاف أما الألفاظ فمعناها كذلك فيها إيش فيها اختلاف يسير نعيد مرة أخرى نعيد مرة أخرى قلنا لكم كما قال الشيخ هنا المرادف هو عكس المشترك اللغضي معناه متحد معناه ما معنى متحد معناه يعني يدل على إيش على شيء واحد على مراد واحد لكن ألفاظه كثيرة ألفاظه كثيرة يعني قد نطلق عليه كذا وكذا وكذا ولكن نحن في النهاية ماذا نريد نريد هذا الشيء نريد هذا الشيء الخلاف الآن هل هذه المترادفات هل هذه المترادفات متساوية متساوية في المعنى أم بينهما خلاف بينهما خلاف يثير لكن يدلاني على معنى واحد يدلاني على معنى واحد وهذا عكس المشترك المعنوي عكس المشترك المعنوي قال وكذلك العذاب والرجس يدلاني على شيء واحد قال وأنحو ذلك صدر الدرس الخامس عشر في مباحث المعاني المنallقة بأحكام القرآن الكريم وهي كثيرة منها العموم وهو أنواع أحدها العموم المطلق أي الذي لم يحصص بشيء ولم يرد به خصوص بل هو باق باق على عمومه وذلك عنه بقوله تعالى والله بكل شيء عليم وقوله تعالى والله خلقكم من نفس واحدة أولا نعرف لكم العام ولا نتشعب في ذكر مسائله لأن المقام لا يسمح العام سجل تعريف العام ثانيها العام المحسوس بمخصص متصل أو منفصل نحب قوله تعالى والمطلقات تربسن بأنفذهن ثلاثة قروع نعرف العام أولا نعرف العام بشكل عام نعرف تعريف العام بشكل عام هو اللفظ المستغرق هو اللهم المستغرق هو اللفظ المستغرق جميع أفراده بلا حصر هو اللفظ المستغرق جميع أفراده بلا حصر بلا حصر أولا العام لابد أن يكون لفظ ولا يجوز أن يكون معنا لأن العنون كما يقول العلماء من عوارض الألفاظ ثانيا لابد أن يكون مستغرق للجميع نستغرق ليش؟ يعني يا عم الجميع أقول أنا لأحد المشرفين أكرم الطلاب جميعاً فلا يأتي بعدين يقول لي هناك شخص نسيناه أنا قلت لو أكرم ليش؟ كل الطلاب خلاص لابد أن يستغرق اللفظ جميع الطلاب قال بلا حصر القيد الأخير قال اللفظ المستغرق جميع الأفراد بلا بلا حصر خرج بذلك الأعداد الأعداد وإن ذكرت يعني عدد كبير جداً فهذا لا يدخل فيه العموم فحينما أقول أنا أكرم مئة طالب أو ألف طالب هذا لا يزال خارق العموم لا يزال محصور محصور بعدد أما العموم لابد أن يكون غير محصور يكون مستغرق ما يكون فيه حصر لا يصل إلى عدد محدد إنما يكون إيش؟ يعمّ الكل والعام له صيغ كثيرة جداً وله ألفاظ خاصة به منها من يقول لنا مثل كل ومثل جميع ومثل قاطبة وعامة و آلة الاستغراقية و و و ها معظم لا لا ألفاظ وضعتها العرب الأسماء المنسولة و جل جل طيب وأسماء ها أسماء للسفهام وأشياء المهم ألفاظ كثيرة يعني استخرجها العلماء من كلام العرب أنها تدل على العموم تدل على العموم يقول الإمام أحمد ما عرفنا العموم إلا من بعد ما جاء الشافعي وأخرجه بمبحث خاص الإمام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له الفضل بعد الله عز وجل في كثير من العلوم كثير من المباحث الشرعية قال وهي كثيرة وذكر منها ذكر أن العموم على أنواع على أنواع ثلاثة قال النوع الأول العموم المطلق الباقي على عمومه الذي لم يخصص بشيء ألفاظ القرآن ألفاظ القرآن لا تخلو من حالات من الألفاظ ما يكون عاما ويبقى عاما وليس له مخصص البتة عام وليس له إيش وليس له مخصص باق على عمومه قال هذا هو النوع الأول كقول الله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم فالله عز وجل عليم بكل شيء سواء كان هذا الشيء كل أو جزء من يوم خلق السماوات والأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها هل هناك ما يخصص هذا اللفظ أن الله عز وجل يعني عام بشيء دون شيء لا فاللفظ باق على على عمومه وكقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلقكم من نفس من نفس واحدة وألفاظ كثيرة في القرآن باقية على على عمومها إذن هذا النوع الأول من أنواع العموم النوع الثاني صانيها العام المحسوس مخصص متسر أو منفسر نهو قوله تعالى والمطلقات إذا ربصنا بأخذنا ثلاثة قرؤ فإنه محسوس بالحامل فعند دهاء ودعو الحمل وبالأمة 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 فعند دهاء قرآني وأنهو قوله تعالى العام المخصوص انظر أنت تقرأ في القرآن وستجد العام ستجد الأدوات التي ذكرناها ستجد عاما في صورة البقرة أو في صورة النساء أو في صورة المائدة ولكن هذا العام ليس كالنوع الأول هذا العام ستجد له ما يخصصه في آية أخرى ستجد له ما يخصصه في آية في آية أخرى فإذا هذا نوع موجود في القرآن فلا تحكم عليه أنه على إطلاقه لا إذا بحثت في القرآن تجد له إيش تجد له مخصص تجد له مخصص قالك قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ قلنا ما معنى القرؤ أتى بمعنى نعم فهر وبمعنى الحيض قال فإنه مخصوص بالحامل فعدتها وضع الحمل الحامل عدتها وضع الحمل من أين ذلك والله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ كل المطلقات اللفظ هنا الألف واللام تدل على ماذا تدل على العموم صح إذن من أين لنا القول بأن الحامل خرجت من العموم من آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى حتى يضعن حملهن حتى يضعن حملهن قال وبالأمة فعدتها قرآن يعني حيضتان أو طهران حيضتان أو طهران هذا النوع الثاني وهو العام المخصوص وقال لكم المؤلف هنا الخصوص إما أن يكون متصل وإما أن يكون متصل وسيأتي معنا هذا في الباب الذي بعده وكقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم هل هذه على إطلاقها على عمومها قال الله عز وجل اقتلوا المشركين الألف واللام تدل على ماذا على قتل كل مشرك على قتل كل مشرك لكن هذه الآية مخصوصة بقول الله سبحانه وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين إلا الذين عاهدتم من المشركين فالذي بيننا وبينه عهد إن كان مشركا لا يجوز لنا قتله فإنه مخصوص من هذا العموم فإنه مخصوص من هذا العموم وكذلك المعاهد ومن مخصوص والذن ومن كذلك والمستعمن والمستعمن هؤلاء الثلاثة مخصوصون من من العموم قال الله فاقتلوا المشركين كل مشرك لا لا هناك أنواع خصها القرآن لا يجوز الاعتداء عليها ثالثا العام ثالثها العام الذي أريد به خاص نهب قوله تعالى الذين قول لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الآية فإن المرب عموم الناس القائل حصوص شحس وهو النعيم ابن مسعود الثقفي والناس الثاني أريد به أبو سبيان وهنا وقوله أم يحسدون الناس هذا النوع الثالث من أنواع العموم عام ولكنه في أصله مخصوص لا يحتاج أن تبحث في آية أخرى لا يحتاج أن تبحث في آيات أخرى لا هو أصلا وإن كان ظاهره أنه عام هو يراد به خاص يراد به شخص يراد به يعني شخص واحد لا يراد به العموم كما هو الظاهر كما هو ظاهر الآية قال الله قال الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس أين العموم الناس العموم الناس طيب الناس هنا المتبادر إلى الذهن أن الناس مقصود بهم أفراد كثيرون أفراد تثيرون ولكن ماذا أراد الله عز وجل بهذه اللفظة شخص واحد وهو معيم ابن مسعود الثقافي والناس الثانية أريد به شخص آخر وهو أبو سفيان وهذه لها قصة ولها قصة أن يعني كان الصحابة الكرام راجعون من غزوة بدر فوجدهم هذا الرجل فأراد أن يخوفهم لقي الصحابة وهم في الطريق راجعون فقال لهم إن الناس ينتظرون كم فالله عز وجل سماه سماه ناس وهو رجل واحد وذكر لهم أن أن الناس وهو وهو يقصد من هذا الرجل يقصد شخص واحد وهو أبو سفيان قال ونحو قوله تعالى أم يحفدون الناس فالمراد بالناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال وَأُطْلِقَ عليه لأنه جامع لجميع صفات الناس الحميدة لأنه جامع لجميع صفات الناس الحميدة طيب الكلمة هنا تدل على العموم أم يحسدون الناس هذه الآية المراد بها اليهود فالله عز وجل يقول عنهم أنهم حسدوا من حسدوا جميع الناس أم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم طيب لماذا سماه الله عز وجل وأطلق عليه هذه اللفظة فقال أم يحسدون الناس ما معنى الناس هنا قال المعنى أطلق عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جامع لجميع صفات الناس الحميدة لأنه جامع لصفات الناس الحميدة الحميدة فضل قال والنوع الأول والنوع الأول حقيقة والثاني والثالث مجازان لماذا قال النوع الأول حقيقة لأنه باق على ما استعمل عليه تعريف الحقيقة اللفظ المستعمل على ما وضع له العموم باقي على عمومه الألفاظ التي تدل على العموم باقية على المراد المراد منها صح قال الله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم هذه الآية باقية على الأصل ما هو الأصل ما هو المراد أن الله عز وجل عليم بكل شيء سواء كان كلي أو جزئي فالآية باقية على المراد من لفظها قال والثاني والثالث مجازان ما معنى المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لماذا سماه مجازا النوع الثاني الذي هو عام مخصوص لأننا نقرأ الآية نقرأ الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ وهل نريد وهل المراد من الآية وهل المراد من الآية يعني يصدق على على ما ذكر أو أن هناك مخرجات هناك ما خرج من هذه الآية هناك ما خرج من هذه الآية فهي وإن كان حقيقتها أن فيها لفظ يدل على العموم ولكن هناك أنواع خرجت من هذا العموم فصارت تدل في بعض معناها على المراد وفي البعض الآخر لا تدل عليه لا تدل عليه فالمطلقة الحامل هل تدخل في هذه الآية لا تدخل في هذه الآية والأمة المطلقة هل تدخل في هذه الآية لا تدخل في هذه الآية النوع الثالث كذلك قال أنه مجاز لماذا قلنا مجاز أنه الثالث الذي أريد به الخصوص هذا سهل لماذا قلنا مجاز فضل الذي أريد به الخصوص عام أريد به خاص شخص لماذا لم نقل أنه على حقيقته وقلنا أنه مجاز لماذا انظر إلى اللفظ هل اللفظ استعمل لما أريد له حينما تقرأ أن الله عز وجل قال أم يحسدون الناس فالمتبادر هو أيش هو المعنى الحقيقي المتبادر هو المعنى الحقيقي ولكن هل هو حقيقة أريد به ذلك أم أريد به معنى آخر إذن اللفظ خرق عن معناه الحقيقي اللفظ خرق عن ما وضع له ومستعمل فيه إلى معنى إلى معنى آخر إلى معنى آخر نفهم إن شاء الله فضل قال ما خص أحدهما قرنده لفظية وهو العام المحسوس بخاص فقرنده المحسوس له وصنيهما قرنده قد تكون لفظية كما في قوله تعالى الذين قول لهم الناس فإن قرنده لفظية لأن المرد نعيم ابن مسعود الملقور وإما عقلية كما في قوله تعالى أم يحسدون الناس إلى آخر فإن قرنده حالية والله أعلم قال كيف حكمنا على أن هذا باق على حقيقته وأن هذا قصار مجازا كيف حكمنا ما هو الدليل على ذلك قال بالقرينة بالقرينة فالأول قال قرينته لفظية قرينته لفظية لماذا أخرجناه من العام إلى الخاص بإيش بألفاظ بألفاظ دلت على ذلك بألفاظ دلت على ذلك مثل الاستثناء الاستثناء يخرج يخرج اللفظ من العموم إلى إلى الخصوص يخرجه من العموم إلى فهذه قرينة لفظية أو عقلية قرينة إيش لفظية وقد تكون عقلية وقد تكون القرينة عقلية أي الذي تخرج اللفظ من العام إلى من الحقيقة إلى المجاز مثل ماذا مثل قال مثل قول الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس فالآية لها سبب نزول ولها معنى مراد فالناس والنبي صلى الله عليه وسلم ولكن عقلا عقلا ما المراد هنا بالناس النبي صلى الله عليه وسلم والناس لماذا سمينا النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقنا عليه هذا المعنى لأنه جامع لمعاني الخصال الحميدة المجتمعة في الناس جميعا نعم فضل الدرس السادس عشر ما خصص من الكتاب بسنة وما خصص من السنة بالكتاب الخاص هو إخراج بعض أفراد العام تعريفه هو إخراج إخراج بعض أفراد العام الخاص هو إخراج لبعض أفراد العام إخراج بعض من كل إخراج بعض من من كل إخراج بعض الأفراد وهو ينقسم إلى قسمين إلى متصل ومنفصل متصل يعني باللفظ ومنفصل يعني كذلك عن عن اللفظ تفضل نقرأ ثم نبين يألم أن هذا يقال له مبحث تحسيس العام وقد وردت في القرآن الكريم عمومات كثيرة ولها مخصص من السنة وورد في السنة عمومات كثيرة ولها مخصص من القرآن الكريم وهذا جائز عند الجمهور كما هو مقرر في كتب الأسول يقرأ إذا أعرفت ذلك فمما أخص من القرآن الكريم بسنة آيات الرباء وهي قوله تعالى وَهَلَى اللَّهُ الْبَيْنَ وَهَرَّمَ الْرِبَاءِ حَصَبْ يَوْهَيْ لِلَّهُ قلنا أولاً أنواع العموم ثلاثة من يعيدها لنا؟ أنواع الأول أنواع العموم أنواع العموم ثلاثة أولها العام الباق على عمومه ممتاز الثاني العام المخصوص ثالثاً العام الذي أريد به الخصوص ما شاء الله إذن هذا الذي سيدكر الآن من أي الأنواع؟ من النوع الثاني من النوع الثاني وذكر لناه بعض الأمثلة والآن سيدكر لنا أمثلة كثيرة قال المثال الأول إذا عرفت ذلك أيوة إذا عرفت ذلك فيما خص من القرآن بالسنة يقرأ من هنا إذا عرفت ذلك فمما خص من القرآن الكريم بالسنة آية رباء وهي قوله تعالى وَحَلَّ اللَّهُ الْبِيْءَ وَهَرَّمَ رِبَاء خصَتْ بِغَيْرِ الْرِبَاء خصَتْ بِغَيْرِ الْعَرَايا أيوة خصَتْ بِغَيْرِ الْعَرَايا الواردة في حديث الصحيحين إنه صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا والعرايا هو بيع تمر برطب فيما دون خمسة أوصق أحسنت هذا المثال الأول قال قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الرباء الرباء بشكل عام محرم ولكن جاءت السنة تخصت نوعا وهو بيع العرايا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع التمر إلا مثلا بمثل سواء لسواء يدا بيد هاء وهكذا ألفاظ كثيرة لكن نرى أن الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم جوز من باب التوسعة والترخيص والتيسير أن يبيع أن يشتري الإنسان أن يشتري الإنسان بالتمر ماذا؟ الرطب الذي على الشجرة والرطب والتمر هل يتساويان؟ لا والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبيع مثلا بمثل مثلا بمثل إذن هذا النوع خاص من ماذا؟ خاص من العموم الذي هو قول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الرباء وكقوله تعالى وقوله تعالى حرم عليكم والميتة والدم فإنه الشام لكل ميتة حتى السمق والجرد ولكل الدم حتى الكبد والتحال لكنه محسوس بحديث وحلت لنا ميتتاني ودماني الحديث قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة الألف واللام تدل على العموم صح والدم كذلك اللفظ عام ثم ننظر في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان إذن هذا مخصوص من ماذا؟ مخصوص من عموم الآية مخصوص من عموم الآية قال ومما خص من السنة ومما خص من السنة الشريفة بالكتاب العزيز قوله صلى الله عليه وسلم ما أبينا من حي فهو ميت رواه الحاكم عن البي سعيد فهو ميت فهو ميت لكنه خص به للشعر والصوف لقوله تعالى ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها أساث ومتع إلى حين ما أبينا أي ما قطع ما قطع من البهيمة إذا قطعت أي شيء من البهيمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه حكمه ماذا؟ حكمه ميتة لا يجوز استعماله لا يجوز أكله لكن الله سبحانه وتعالى في الآية خص بعضا من هذا العام خص الشعر والصوف قال الله سبحانه وتعالى ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين فإذا قطع الشعر وإذا قطع الصوف من البهيمة من الحيوان هذا استخرجناهم هل يجوز لنا أن نستعمله؟ أم أن حكمه ميتة؟ الحديث فيه أنه وإنش؟ أن كل ما قطع حكمه وإنش؟ ميتة لا يجوز استعماله لكن هناك ما أخرج من هذا العام يعني يجوز استعماله وهو الصوف والشعر وما ذكر في هذه الآية